بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله إذن فلابد من رسول يبلغ عن الله منهجه لخلقه فالذي يوفي بالمنهج يعطيه الله الثواب العصيم حياة سعيدة في دنيا وحياة سعيدة خالدة في آخرة والذي يكون على العكس يكون على العكس إذن فلابد من مجيء رسول إلا أن بعض العلماء قالوا إن الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق نقول سلمنا جدلا أما الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق ولكن من الذي يعلمه بمراد الخالق منه طب حنعبد الخالق بإيه؟ يبقى لازم رسول يبلغنا عنه فقالوا إن ربنا أخذ علينا العهد في عالم الزر وكعاد على الإيمان إنما نعمل إيه؟ طب إيه نعبده إزاي؟ الله إذن لابد من رسول إيه؟ يبلغ فلما جاء الهناك فأكم وجهاك للدين القيب فطرة الله التي فطر الناس عليها يبقى ييجي الرسول ينبه الفطرة لما ينبه الفطرة إلى الشيء الغافل عنه يبتدي بقى يقوله إيه اللي أنت بتبحث عنه بعقلك وبفطرتك ده هو الله وصفاته كيت وكيت ومراداته كيت وكيت وسوابه كيت كيت وعقابه إيه؟ كيت وإيه؟ وكيت قلنا بقى إن الإنسان في زراته كل زراته مؤمنة والكافر زراته مؤمنة كلما ومدام زراته مؤمنة تبقى مسبحة كما قال الله إن من شيء إلا يسبحه بإيه بحمده ولكن لا تفقهون إيه؟ فإذا فأفقهك الله تسبحه تعرف زي ما فقه ربنا مين؟ ما فقه سليمان وعرف منطق الطير وفقه داود وعرف منطق الجبال لكن كل حاجة في الكون لها حياة إيش صخر دا اللي أنت فاهم إنه جماد ولا فيش في حياة؟ يقول يقول لك مثلا بقاله مثلا مليون سنة يطلع منه المرمر وده يطلع منه الجرانيت وده يطلع منه مش عارف إيه إذا ما بيحصل تغير فيه ولا ما بيحصلش؟ مدام بيحصل تغير فيه يبقى فيه حياة وإحنا قلنا كل شيء في حياة بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك وكل شيء هالك طب وهالك يعني إيه؟ يعني فاقد الحياة إلا وجهه طب مدام فاقد الحياة يبقى معنى ذلك أنه كان حي ليه؟ قالك لأن الهلاك ضد مين؟ الحياة بدليل قول الله في هذا ليحيا من حيا عن بينا ويهلك من هالك يبقى إيزا الهلاك مقابل مين؟ ومدام كل شيء حييجي عليه وقت يهلك يبقى كل شيء إيه؟ له حياة والحياة بس إيه؟ تناسبه كويس أوي يقول لك بقى مدام زرات المؤمن وكل جوارحه مؤمنة يبقى اللي بياخد منهج الله بالإيمان تبقى زراته راضية عنه ولا لا؟ وأجهزة راضية عنه منساجن معاه لكن إذا كان مخاليف تبقى تعبانة وياه ولا مش تعبانة؟ قالك تبقى تعبانة طب مدام تعبانة أتحب المقامة معه طويلة؟ تكل منه فإيه اللي يحصل بقى؟ شب بقى الحكمة؟ فتنامك عشان ترايح نفسها بقى من القلب اللي يا شايفها دي لما يكون واحد عبد عبد كتير عنده واحد سيد والسيد شرس ما يصدقوا إنهم إيه؟ يبعدوا عنه عشان يرتاحوا شوي فزرات الجسم مؤمنة مسبحة حامدة شاكرة وإرادة الإنسان عليها هي اللي إيه؟ تقوم تحب تعمل إنه إيه؟ تهرب منه تهرب منه عشان تعمل إيه؟ بس تستعيد راحتها من قرفه ولذلك شوفوا بقى الملايكة ما بيناموش عشان إرادتهم مش مخالفة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عينه ولا ينام قلبه لأنه هو منساجم مع زراته منساجم مع مين؟ تنام عينه ولا ينام إيه؟ واني قلت للمعالي المحافظة مبرع وكنا بتتكلم قلت إن دي يدل على أن الناس الصالحين اللي إرادتهم في الطاعة منساجمة مع زراتهم في الطاعة الزرات ما تحبش تفريقهم فما يناموش كتير يمكن يقعد شوية كده يغفل كده شوية في اليوم بليه لا يمكن ساعة ويقول الله في ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مفهوم الكلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يبقى إذن بعث الرسول قطع الحجة قطع الإيه؟ قطع الحجة وإذا أرسلنا بقى رسول بالمنهج وناس يعصوا على المنهج مع أنهم عايشين في نعم المنعم اللي قال المنهج هو اللي منعم لو كان اللي قايل المنهج غير المنعم كان يبقى فيه يعني يا عظ إنما اللي بيطلب منك الطاعة هو عين اللي إيه؟ اللي منعم عليه بنلاقي مش رزالة بقى تاكل لقمته ولا تسمعش كلمته برضو حاجة بايخة واللي ياكل لقمتي يسمع إيه؟ يسمع كلمته فأول اللي منعم عليه كان المفروض تعمل إيه؟ تشوف عايز إيه؟ ومش طلب منك بمجرد ما دك نعمة أنك تعمل طاعة لا ده سب لك كذا سنة خمستعشر سنة تربع في الكون ما انتش مكلف ما قالكش أنا حسألك إلا بعد ما أكلفك وما حكل شفت ربعت قد إيه في الكون بعد عقلك ما نضج وبعد ما اكتمل وبعد إن ابتدن إيه؟ نكلف يبقى كان الأولى بك أن تستمع إلى منهج الله أمراً ونهياً ولا لا فإذا خدت نعم الله بقى وطغيت بها وعصيته بها يبقى يعمل إيه؟ يبقى لازم ينتقم منك انتقام أولي في الدنيا ليه؟ أم قال لك عشان سلامت حركة الحياة لأن لو الناس شافوا كل ظالم وكل متجبر كده وحياته مرت سليمة كل حياتها إنما لما يقولك شوف الطغف ولم بقى حالته إيه؟ شوف انشل ومش عارف إيه؟ شوف ما يفتقر وبقى حالته إيه؟ شوف مش عارف خربة شوف البلد اللي كانت فيها فجور ومش عارف إيه عملين يعملوا إيه ببعض؟ شوف الألقى تقوم تبقى فيها عبرة إيه؟ حتى لمن لم يؤمن بيوم القيامة يبقى يخاف هذا من إيه؟ إذن وجود انتقام من الظالم في الدنيا عشان تعتدر حركة الحياة في من لم يؤمن باليوم الآخر نقول له طب بس شوف الظلمة شوفت ظالم أبدا مات بخير يقول لك لا كله قدامك كله قدامك يبقى إذن وجود البلاء على قوم من أخذوا نعمة الله ولم يأخذوا منهجه علشان سلامة منهجل إيه؟ الحياة فبيقول إذا بلغ الرسول والناس ما سمعوش البلاء مع أنهم واخدين نعمة ربنا وبيربعوا فيه وبيتمتعوا بيها وبعدين يعصوه يبقى لازم ربنا يبين فيهم إيه؟ بيان هذا البيان نعمل إيه؟ نفسد عليهم الحياة ونخل النعمة اللي شوفوها دي إيه؟ خراب ودمار عليهم وإنت إذا استقرأت البلاد وجدت هذه ظاهرة موجودة في كل إيه؟ في كل مكان ويمكن تستطيع أن تعزوا الأحداث التي نمر بها الآن في بعض البلاد إلى ما سبق أن فعلته بالنسبة لمنهج مين؟ بالنسبة لمنهج الله ويصدق الله في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا إيه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاك؟ وحييجي برضو في الصورة دي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتابة مستورة هو تعرف أن قرية تضغى كده وتعمل اللي ما ينعملوا بعدين ربنا يسيبها وإلا كانت أسوة سيئة لإفساد حركة لإفساد حركة حركة الحياة وإذا أرد هنا بقى الآن بقى اللي فيها إشكلات بقى ملاه وإذا أردنا أن نهلك قريتك مدام فيه رسول وحيبلغ منهج يا الناس يسمعونه يا ما يسمعونه اللي يسمعونه لحنا عرفنا نطريهم وما سمعونه نعمل إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها الآفة إن الذين يستقبلون نص القرآن يفهمون خطأا أن ففسقوا مترتبة على الأمر نعني أمرهم ففسقوا نقول له طيب يا أخي خليك بالعاقل كده مدام نقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الأمر صدر من مين؟ من الله والمأمر بي المتر فيه طيب نشوف في القرآن ما أمر الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأمرت أن أعبد رب هذا وأمرت أن أك يبقى كل أمر من الله طاعة وخير يبقى ما تقولش أمرنا ففسقوا فكأن الفسكة مترتب على الأمر وإلا يبقى الله يأمر بالفحشاء ونفس القرآن بقول الله لا يأمر بالفحشاء يبقى يأعز الأمر عن ففسقوا أمرنا متر فيها بطاعتنا بطاعتنا وبمنهجنا ففسقوا فيها خالفوا يبقى لما يفسقوا يحقوا عليهم العذاب ولا لا إيه وعترتب ففسقوا على أمرنا إنما رتب ففسقوا على إيه أننا أننا أمرنا بالطاعة إيه ففسقوا يبقى كلام سليم سليم ولا لا آآ كلام سليم وبعدين يقولك أمرنا بمعنى كسرنا آآ أمرنا بمعنى يعني يعني جعلناهم أمراء أمرنا يقول له تخلك منطقي تشوف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها القرية دي إحنا أمرنا متر فيها بأي شيء أمرناهم ليطيعوا وما أمروا إلا خلط ففسقوا فيها بما ركب فيهم من الاختيار مش أنت مختار وربنا يأمرك أنك تؤمن فما تؤمنش ربنا يأمنك بأنك تعمل طاعة ما تطعش يبقى مثلا جاي من الاختيار بين البدائد أمرنا تخدها على المعنى الحقيقي أمرنا هو طلب من أعلى لأدنى الأمر طلب من أعلى لأدنى طيب طلبوا الأعلى وهو الله من الأدنى وهم الخلق طلب منهم إيه العبادة والإيه والطاعة هم عملوا إيه استغلوا فرصة الاختيار وما أطاعوش بل إيه بل فسقوا ففسقوا وما فسقوا يعمل إيه نبعقل ليه ما أقرس العذاب قالك لتسلم حركة الحياة وإلا كتنسبة في الشر من الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي ما يؤمنوش بالآخرة لازم نديره إيه ولذلك قولوا إن الذين كفروا عذابا دون ذلك يعني قبل ما نعذبهم في الآخرة حيبقى لهم عذاب إمتي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها ومدام فسقوا فيها نعمل إيه يحق عليها القوت لأن ذي عقت كلمات ربك على الذين إيه مشكلة عقت وسواء أن أنزرتهم أم لم أنزرتهم أم لم إيه أن لم تمزروا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها تبقى إرادة الإهلاك أوليا ففسقوا ولهم فسقوا فأراد الله الإهلاك فسقوا فأراد الله إيه الإهلاك يوعى تقول مدامهم فسقوا لأن الله أراد ذلك نقول له لا نعم وإذا أردنا أن نهلك قرية القرية طبعا مفهوم أنها المكان وإذا قال قرية يبقى أهل إيه أهل قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه تدميرا يعني من خليش لها إيه لها أصر وهذه ليست جديدة فإذا استقرأت التاريخ وجدت إيه وجدت حاجة حصلت زي دي كده وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فين قم سمود وفين قم عاد وفين قم لوت كل دولة أهلها حصل لهم يبقى إيذن هذه قضية قولية قول أله من الواقع ما يصدقها نعم له من الواقع ما يصدقها وقول لك من بعد نوح كأن من قبل نوح فضلوا الناس من لدن آدم إلى نوح على الإيه ما هم قريبين بقى من خلق السماء لآدم وآدم قاعد يلقى أندوه يبقى الفساد جيب بعد مين من بعد إيه من بعد نوح وإذن هذا كالتدليل على صدق القضية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ونأمرهم بالمنهج والطاعة فإذا أخذوا باختيارهم منهج اللاصيان يبقى فسقوا فإذا فسقوا يبقى حق عليهم القول فدمرناها تدمر وذلك ليس ببدع ولا بعجيب فالتاريخ مليء بإيه ألم ترى كيف فعل ربنا بقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العاشر والشفع والليل إذا يس هل في ذلك قسم لزحج ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ده بقول على ذات العماد أنه لم يخلق مثلها في البلاد مع أن حضارة بس خدماء المصريين اللي لفت الدنيا الآن لفت الحضارة كلها لأنه ما قالش علاك التي لم يخلق مثلها في البلاد وبعدين بقول وفرعون زي الأوتاد بس قال عليه كده يبقى كنا حضارة عاد كانت إيه كانت أكثر لم يخلق مثلها في الولاد وبعدين بقول له ألم ترى كيف فعل طب وهل رأى النبي ما فعله الله بعاد قال لك لا ألم ترى هنا يعني ألم تعلم طب وليه شلت تعلم ألم ترى فكأن إعلام الله له أصدقه من عينه ماذا يقول يقول كده ولذلك قل ألم ترى كيف فعل ربك بإيه بأصحاب الفيل طب دي نبي كان موجود عام الفيل كان لسه لا شاف دي ولا شاف دي لا الله يعلمه وإذا أعلمه الله كان إعلام الله له أصدقه من رؤيته إن شاء الله أه وساعة ما تسمع كم إحنا حتى بنقولها في لغاتنا الدارية من القرون كلمة قرون جمع قرن طبعا والقرن في استلاح الزمنيين هو المتعة ليه جاي متعة بشمعنة قال لك لأن القرن هم القوم المقترنون في الحياة مع بعض وعملوا العمر الزمني لهم مئة إيه مئة إيه مئة سنة وقد يطلقوا القرن على أكتر من مئة سنة إذا ما كانت تقول مثلا إيه قرن هود قرن نوح قرن فرعون يعني تخذها بقت الدلها بقت مدد القوم المقترنون ولو على مبدأ من المبادئ وتوارسه الناس فيما إيه فيما بينهم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يعني مش عايز حد يقوله ليه لأنه بيعلم خائنة الأعين وما تخفل إيه الصدور فمش عايز حد يقوله مدام مش عايز حد يقوله يبقى لأنه عليم وإيه وخبير ومدام عليم وخبير نقول لك مال حيبقى يسألنا ليه قال لك لأن السؤال ياردوا عند العرب لمعنيين أنت الطالب ويسألوا أستاذا إيه بيسألوا ليه ليعلم منه ما جاهل والأستاذ في الامتحان يسألوا تلميزة ليه هل يعلم ولا ليقرره بما علم يبقى إذا كان الله قد قال إحنا هنسألكو في يوم القيامة يبقى سؤال التقرير من السؤال المين من السؤال العلم إحنا عارفين بس عشان تبقى أنت شاهل على كفى بنفسيك اليوم عليك إيه حسيمة وكفى بربك يعني ما تقول إيه كفى بفلان كذا يعني يكفيك هذا ليه لأنك إنت إن أردت أن تعدد الشهود فلعدم ثقتك في أفرادها بسوم تعدية وتأخذ ده وتأخذ ده وتشهد من ده وتشنن لعلهم يتضربوا في الشهده لعلهم مش عارف إيه إنما إذا كنت إنت من تشعيز بيينه ببقى هو الشهده ولذلك إعنا قلنا في قضاء هو اللي إيه هو اللي العلم اللي بينه وهو اللي إيه حكم وهو اللي بينفذ يبقى من السلطات بقى متضربة لأنه قد يعلم ولا يستطيع ان يقضي وقد يقضي ولا يستطيع ان إيه أن ينفذ إنما هو إيه يعلم ويقضي وينفس وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وإذا كان بالذنوب خبير وبصير عشان إيه عشان يعاقب بعدالة ويعاقب إيه كذلك يبقى يسيب بإيه لكن لما تكلم عن القرية تباين أنهم كلهم ذنوب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء الكون خلق قبل أن يوجد الإنسان وترأ الإنسان عليه والكون معدله بكل مقومة إيه حياته وقبل أن يكلف الإنسان ولا عليه نعمة إيجادا من عدم وإمدادا من عدم فيش عنده حاجة وإيه أمده ولكنه لم يكلفه إلا بعد أن بلغ رشدة يبقى قاعد يربع في نعم الله إيجادا نعم ومددا مدة طويلة من غير إيه تكليب صحيح أمر بعضنا بأن يكلف البعض إيجادا إيجادا قال ربنا بقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها طب هو اللي بيؤمر ده ربنا اللي قال من الكل قال له لا قبل ما نكلفه يبقى أعوده على الحكاية دي أنت ولذلك النبي شرح القضية دي قال إيه آآ مروا أولادكم بالصلاة لسبح واضربوهم عليها لهذه هم لسه ما وصلوه إلى منطقة التكلف منه فانتو كلفوه طب وإيه قال لي نجعل ليجعل تكليف القريب المباشر المحس اللي هو الأب ده اللي بيرعاه بيجيب له يأكله بيجيب له يشربه بيكسيه ومش عارف نعم ومتوالي عليه ومحسوسة يخلق لما نقول له ربنا اللي بيعمل ربنا غيب فيل على ما نقعد نجيب له أذيلة عقلية إنما ده قدامهم بيجيبه هو بيجيب له يأكله بيجيب له وشربه يطبطب عليه ويعمل له مش عارف إيه إذن اندادوه في النعم معروف فنقول له طيب انت جرب عشان انت رايب من الحكاية دي يعني إيه جرب يأمر انت بقى نأمره بالصلاة والعقاب منه كده اللي يأمر هو اللي في ايد العقاب علشان لما ييجي عندي في عهد التكليف ونأمر يبقى ليه عن العقاب مروهم بالصلاة لإيه يبقى من الآمر طب وليه شمعنا كده أم قال لك لأن الأب ده معلوم الخدمات الجليلة اللي بيقدمها المين اللي بحس إنما ربنا بعدين هو غايب يمكن على ما نبقى نقنعهم ما يكبر عقله نبقى نقنعه بقى إنما ده قدامه على الأول فلما يأمره يبقى الآمر هو المنعم واللي يعاقب هو الآمر وبعدين يتعود على هذه حتى إذا صدر تكليفه من المنعم الأعلى يبقى إيه فيه أنس بالتكليف ومدام فيه أنس بالتكليف يبقى يخف على يخف على النفس يبقى إذن تكليف الآباء أن يأمروا الأبناء وأن يعاقبهم في عشر سنوات ليجعل لهم إلف بإيه بالتكليف وإلف بالتكليف من مين من الذين يشهدون أياديهم عليه وأنهم بيقربوها تبقى إيه قريبة على الأول حتى إذا ما نضج نقول له بقى أبوك جاب النعمة دي ما جابهاش من عنده أبوك جاب النعمة دي من نعم الله اللي حاططها في الكون وإحنا كلنا زرية آدم فإن كنت إنت ولذلك لما ربنا يكلف قول إيه يا بني آدم إن كان متوالدكم من بعض جعل فيكم غفلة عن إيجادي اذكروا أبوك جهي الزهر الله اذكر أبوك وجهي الزهر يا بني ولذلك إنت حتى لما ترمي يا بني آدم مش كده يعني إيه يا بني آدم مش كده يعني في تكر الحكاية الزهر إن كنت قد وجدت بقانون التكاثري من الزوجين فشوف أبوك تواجد إزاي سلسلها كده سلسل أبوك طب إنت تواجدت من إيه من أبوين أبوك ومك أبوك ومك وجمين من أبوه ومه سلسلها بقى وابوهم ومهم جم من مين سلسلها ولذلك التكاثر والتكاثر الإحصائي يدين لنا على الإيمان على طبه نقول لك إيه إعمل الإحصاء في العالم مثلا العالم تعداده كم دلوقتي كم ملك كم ألف مليون ولا خمسين ألف مليون ولا مثلا طب وكم من قرن كان طب وكم من قرنين كان طب وكم من عشرين قرنين قرن كان كل ما تمضي في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش يقل طب خلينا بقى عشان ما نقعدش نسلسلها كده قول لحد ما بقوا مية بس خلاص المية كانوا كان طب والخمسين كانوا كان والعشرين كانوا كان والعشرين كانوا كان هاي؟ هاتف الآن ماضي ايه؟ أربعة أولا أربعة كانوا كان اثنين والاثنين مين اللي جابكم؟ بس بس آن يا بني آدم يا بني ايه؟ آن ولما ربنا بقى يقول أنا خلقتكم من نفس واحدة واجعلت منها زوجيها نبقى نصدقوا ولا لا نقول له قانون الاحصاء مدام في تكاسر في المستقبل يبقى فيه تقالف الايه؟ في المرض يقعد كده تي 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 واحد يبقى يعني تفوته شيء وقول لك ونرجحها الواحد يقول له لا ما تنفعش لانها لازم تلجع من الاثنين لانه منه والتكاسر يبقى الاثنين دول يجوا مزان او يبقى يا بني آدم حين بقى يعني كنت انت يا ولد حتسمع كلام ابوك لان هو اللي ولدك هو أمك ولدوك هم اللي بيعملوك ومش عارف ايه؟ اوعى القضية العامة دي اللي تتولد بها تنسيك ان ابوك ابوك تواجد ازاي ادع ابوك تواجد يا بني ايه؟ يا بني ادع وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصرة من كان يريد العاجلة حجلنا له فيها من اشاء يبقى ربنا لما اوجد الخليفة في الارض والخليفة في الارض امد بكل مقومات الحياة ومقومات الحياة كسيرة فيه مقوم من مقومات الحياة يفعل لك وان لم تطلب منه الشمس الامر الهوى بيهب عليك المطر بينزل ما بيقتمرش بامرك اذا ينفعك دون ايه؟ وفيه اشياء تنفعت انت فعلت معها زي الارض مثلا ان حرستها وبذرت فيها هتنفعك ولا ايه؟ يبقى فيه شيء في الوجود يؤدي لك خدمة بعيد عنك وانت لا طلبتها منه ولا تقدر عليه ولا توصل له وفيه اشياء تنفعت ايه؟ انت فعلت معها تقدر ما تفعلتش خلاص تعملت اللي يجيب الارض ويقعد يحرس ويزلع يوم يجيب يحصد واللي ما جابش ما يحصدش يبقى يشحط بقى ولا يموت مجوعة على الاول ارتقاءات الناس في الدنيا من النوع الاول ولا من النوع الثاني يعني الناس ترتكي وتتحضر كده من النوع من الكائن الذي يعطيك ولم تطلب انت منه؟ ولا من الكائن الذي يعطيك انت فعلت معه؟ اه يبقى حضارات الناس تجي من اين؟ من النوع الثاني انت فعلت مع الكون واشياءه بجوارحك وبطاقاتك يديك تبقى ترتقي ما تفعلتش ما ترتقيش وقد ترتقي ارتقاء اخر بانك تجعل الذي يفعل لك وان لم تطلب منه يفيدك برضه زي ما بنعمل دلوقتي بنقول الطاقة الشمسية عشان نستفيد منها ده ارتقاء ولا مش ارتقاء فهذه هنا ومش في الكون الذي يحسن استعمالها واستغلالها تديله نتيجة واللي ما يحسنش استغلالها ولا يتفعل ما ما تدلوش يبقى من كان يريد العاجلة بس الدنيا دي تديله لان زي ما قلنا عطاء الربوبية وعطاء الربوبية بيعطى للكافر وللمؤمن وللطاقة ولمين؟ وللعاصم من كان يريده العاجلة يعني الشيء العاجل ما نضنش عليه خد اسباب الكون وقعد يشتغل ومتعرف ايه ولذلك الدول اللي بتتقدم دي وهي كافرة ييجي واحد يقول لك يا اخي انت تتقدم وهي كافرة نقول له لا سيخ انت تقدم عطاء الربوبية وتستفيد بيه بتستفيد بالاسباب وتشتغل ومش عارف ايه وانت ببتستفدش انت عايز بس تاخد عطاء اللي هي امر وناهي وتكليف وعبادة ومش عارف ايه يقعدوا بقى يجيب بعدين كده يستغل عليك ويقارك ويتملك ورغيفك ويتملك ومش عارف ايه فلو كنت انت شاطر كنت تبقى مؤمن بالله ما تخليش اللي مش مؤمن بالاله ياخد خير الاله كنت انت الاصول بقى تاخد اسباب الله وتتجدعم في الايه فبيقول من كان يريده العاجلة ايه اعجلنا له فيها ما نشابه بس مدام هو يريد العاجلة بس يبقى مليش دعا بالاجلة ليه لان انت تحاسب على حسب مرادة انت عملت دي ولذلك اللي بيفعل حاجة عشان الناس يقول يا سلام فلم فعل يقول له انت فعلت اليقال وقد قيل تبقى انتهنة ولا لا ما لكش سواب عندنا فعلت اليقال وقد خلاص ما لكش سواب عندنا انت يا كافر والعياذ بالله بتشتغل باسباب الحياة دي ليه عشان ايه هل عشان تديني الاسباب انما في بالك ربك الذي هو هبك هاذا بتعمل لان الله اقال ولا بتعمل عشان يبقى لك اي خد هدي انت قد تيه وبقيت ارتقيت وعندك حضارة وعندك مش عارف ايه يبقى ايسا المؤمن اليقص كان يجب ان لا يترك اسباب الله لعدو الله وكان ياخد الاسباب هو كده ولا يملكوش منها لانه ان ملكها قد يفتنه عن دينه يبقى من دينك ان لا تمكنه من هذا او انت ان لا تجعله يتفوق عليك في مسائل من مسائل الايه من مسائل الدنيا من كان يريده العاجلة عجلنا له فيها بس ما نشاء مش عجلنا له قد يفعله ولا يأخذ عشان مراد الاعلى بقى المراد الايه برضو المشيئة ما خرجتش يمكن برضو يعمل ولا يزرع ويعمل عشان وما انت جي قفت ايه تشير يبقى لازم المشيئة برضو بتاع ربنا موجودة ولا لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما نشاء للمعجل ولمن نريد للمعجل له يبقى لما يجي مش كلهم مش كلهم ندله ولا كلهم نشاء لهم برضو ايه طلاقة قدرتنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء دي للمعجل ولمن نريد للمعجل له نعم وبعد مدام عايز عاجلة مدام قال يريد العاجلة يبقى الاجلة مش في باله مدام الاجلة مش في باله يبقى لما يجي كده في الاجلة ما يبقىش عاجل ليه؟ لان الانسان يأخذ اجره ممن عمل له وانت عملت للعاجلة خدت فيها ولا ما خدتش يبقى مالكش في الاجلة حتى ولذلك يقول ايه اعمالهم مثلا الذين كفروا ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا الذين كفروا ضربهم اعمالهم كسراد بقيعة السراب انتو عارفينه؟ السراب هو اذا كده مشيت في حتة صحراء يقوم يخالك قدامك ان فيه مية ده بقى من انكسار الضوء عملية واسعة يعني انكسار الضوء بقيعة يعني بايه؟ بصحراء يحسبه الضمقان وماء وشو معنى الضمقان؟ لان اصل اللي مش الضمقان الماء مش في باله انما الضمقان اللي عايز مية كده ساعة ما يشوف اي عاجة وايه؟ ايه؟ ايدي مية اللي بينتظر اي واحد كده ساعة ما يشوف اي شبح جاي يقول لك ايه دفلال وهو اللي بيحلم في سوق العيش اه اه يحسبه الضمقان ايه؟ لا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وبعدين كلمة شوف شوف بقى المفاجأة ووجد الله عنده الله اللي ما كانش في باله ده وجده عنده ساعة ما يجده عنده يبقى ينتفع ما يقول لك انه عملت لي انت عملت لدينا ودنا هالك ما ظلمنك انت اللي ظلمت نفسك انما اللي عاسنته خدت 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 ايه وآية اخرى اعمالهم كايه؟ كسراب بقاع وآية تانية كرماد اشتدت به الريح وفيه يوم عاصر يوم يجيبها مرة في المية ومرة في المين؟ في الرماد ليه؟ لان المية لما بتدخلت بالرماد بتدي الخصب وتدي مقاومات الايه؟ مقاومات الحياة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصر لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ لان ما سامنا او كصفوان عليه ايه؟ تراب وبعدين نزل شوية ايه؟ مطر صفوان يعني حجر ناعم وعليه تراب بلك لو مش ناعم ونزلت المية يمكن الخشونة تحش شوية شوية تراب انما اصله ناعم ساعة ما تنزل المية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا يا ريت بس تقتصر على الحياة اه؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها يعني بحرارتها اهله؟ مزموماً ليه مزموم؟ ان الانسان لا يزم الا اذا ارتكب شيئاً ما كان يصحه ان يرتكبه مدحوراً مطروداً من رحمة مين؟ من رحمة الله المقابل ايه بقى؟ عادةً ساعة ما يجي الحق يديك صورة يقوم يجيب المقابل للصورة لان الشيء في مقابله يزداد ايه؟ يزدد وضوح ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعمل السراط في الاخرة يضربوا على متن جهنم السراط على متن ايه؟ وساعة ما نمر على السراط كده نشوف ايه؟ يشوف جهنم والعياذه بالله يوم يقول علشان تشوف انا تقول اهل ايمان نجاك من النار ضعيه ولذلك يقول فمن زحزحة عن النار وقدخل الجنة يبقى في نعمتين زحزحة عن النار وإلا بيدخل الجنة وبعدين يجي تاني يدخل الايه؟ الجنة فقد ايه؟ طبعاً يبقى ان الابرارة لا فينا عين هه؟ وان الفجارة لا في جهنم نجي يجيب المقابل ومن اراد الاخرة ديك اراد العاجلة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يبقى ايزاً كل سعي لابد فيه من الايمان ليه؟ لان الحركة الحياة المطلوبة لله هي اللي حنحسب عليها وناخد الجزاء على قدرها يبقى وهو ايه مؤمن يبقى ايزاً الكفار اللي عمالين يعملوا بيخترعوا ومش كان بكذا وهو يخترعوا واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اخترع اللي بيداول بالهريسيا واللي اخترع اللي بيداول السرطان واللي بيداول السكر والناس اللي تعبوا في المعامل ومش عارفوا اللي تعبوا ايدي ولا يبقوا كده زي الباية يقول له اه طبعاً ما هم فعلوا فعلوا ذلك لمين وفي بالهم الله ولا الانسانية فبالانسانية عملت لهم تمسيت وعملت لهم معاه وقلفت فيهم كتب وكل يوم يدلهم مش عارف ايه محدش ظن عليهم بايه؟ بحاجة انما اللي يعمل لله هو اللي ياخد من مين؟ من الله ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يجي من المسجد ويكتب بسل انشأ هذا المسجد فلان وافتتحه فلان ويكتبه برقامة طويلة نقول له فعلت لي وقال وقد قيل انتهينا يا اخوي اه انتهينا يا حبيبي وخلاص مالكش حاجة بقى عندينه اه اه يزبوس كده قاله يبقى من مال الزكة وقول انشاءه فلان وشانا هه 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 ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وشوف بقى كلمة مشكور من ربني قال الشكر لله استدرار لمزيد نعمة لان شكرتم لأزيدا لكم نعم وتصور بقى ربنا بيشكر العبد بقى تبدأ انت لما تشكر ربني يزود لك النعم طيب هو لما يشكرك بقى ايش الحكاة هذه سبحان الله ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا يدل على ان العمل الايماني يصادف شكرا من مين حتى حتى من المخالف له في الله افرض ان واحد لص وواحد امين واللص دا كان عنده حاجة سنفيسة يعينها عند لص زيه ولا يودها للامين يودها عند الامين يجي التاني وقلوا ما تجيبها عندك يجيبها عندك انت ابدا معقول ابدا معقول دي يبقى ايزا حتى المخالف عند المخالف الكذاب يحترم الصادق مش كده والخائن يحترم الامين طب دا اللي كانوا مكافرين بمحمد لما يكون عندهم حاجة نفيسة اللي يعينوها عنده قال لا طب انتم انتم تكذبوه لا ما يغشش نفسه بقى هيغش نفسه هو ما يغشش نفسه ها ومن ارى دا الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ولذلك كنا ضربنا مثل زمان قلنا هبقى ملكا صديق وهذا الصديق تورط في انه غلت غلطة مع واحد والواحد هذا قاضا وطلب منك ان تشهد فروحت امام القاضي وقلت دا صاحبي بقى ومش عارف ايه زي نميل لدي وشهدت له زور شهدت له ايه زور عشان تخلصه من مين من الحكم صديقه اللي شهد له اللي انشاهد له الزور يبقى مبسوط بيه انما افرض بقى ان صديقه دا قاعد مرة كده وجي واحد اشتكاله وقاله له والله وحنجيب الشاهد صديقة يقول صديقي ده شي يفزر لي يعني الله يبقى ونزال يقول لك ايه يقول لك من من استعانى بك في نقيصة فقد سقطت في نظره وان اعنته على امره انت ساعدته واعدته على امره المسألة دي كده يقول لك من ممشيها ليك ونزول لك يبقى خلاص استغلك في نقيصة يبقى انت سعدته يبقى لكن سقطت في نظره وان اعنته على امره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا اي من اراد العاجلة ومن اراد المقابلة اراد المقابلة محدش جاب حاجة من عنده كلا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الدل ده فلوس لاتنين فلوس واحد راح تصدق به واحد راح شرب بها خمر واخدها منين كله طب ما هي من عطاء الله كلا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين اذا عطاء الربوبية شائع وعام للمؤمن والكافر وللطائع والعاصر انما عطاء الالوهية اللي هي افعل كذا ولا تفعل كده خصب من بقى المؤمن حقيقة ما ياخدش عطاء الالوهية بس اللي يفعل ولا تفعل بل ياخد وياها مين عطاء الايه عطاء الربوبية كلا اي من اراد العاجلة ومن اراد الاخرة نمده هؤلاء الاولين وهؤلاء التالين من عطاء ربك محدش جاب معا حاجة وما كان عطاء ربك محظورا اي مملوعا عن الكافر به وعن العاصي لان دي حق رموبيه هو من الذي استدعى الانسان للوجود الله طب اللي يستدعى الانسان للوجود مش يخفله حياته يخفله حياته ويدي له مقومات هذه الحياة ويدي له مقومات هذه الحياة زي ما تدعى واحد في بيتك تضيفه مش تدينه مقومات ضيافته خلاص الله هو الذي استدعى الانسان كل الانسان مؤمنا كان او كافر الى الوجود يبقى يدينه ولا ما يديش وبعدين بقى عمل منهك تاني قال نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وشوف كلمة عطاء ربك عطاء مين ربك شوف الربوبية منسوبة المين نعم من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة شو الشرف الكبير هو من عطاء ربهم انما جايب اشرف حاجة ده من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة انظر خد بقى انا بديتك قضايا نظرية اي قضايا ايمانية دي كذا ودي كذا وده كذا ونريد منك ان توجه نظرك الى طبيعة الكون فستجد صدق ما قلته لك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض طب فضلنا بعضهم على بعض في ايه اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه ما قالش فضلت الاغني على الفؤرة ما قالش فضلت الاصحاء على المرضى قال فضلنا بعضهم اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه مدام فيها عموم يبقى كل بعض مفضل في جهة ومفضل عليه في جهة الاخرى كل بعض بس الناس بتنظر الى زاوية واحدة التفضيل عندهم من يبقى غني ولا فقير نقول له لا خد كل زوايا الحياة خد كل زوايا ايه الحياة لان الله لا يريد اناسية مكررين انما عايز اناسية متكاملين لو ان كل واحد بقى مجمع مواهب ما حدش يحتاج لحد انما انت مفضل في خصلة كفتة ومفضل عليك في CXZ هغيرك مفضل في خصلة ومفضل علي في خصلة ليه عشان لما يبقى انا مفضل في خصلة ومفضل علي في خصلة يبقى انا محتاج لما نفضله علي في الخصلة وغيري محتاج لي فيما فضلت فيه يبقى ماذا يحدث التحق يبقى انا ما استغناش عنك ولا انت تستغنى ايه لو كان واحد مجمع كده كنا نستغنى عن بعض وانا تقاطع نقول له لا ده لازم كل واحد يبقى مفضل في شيء ومفضول علي في شيء ايه في شيء اخر ولذلك استأخذنا قضية اجتماعية فلسفية من هذا قلنا ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان ده واخد في الصحة عشرة على عشرة واخد في الغنى مثلا ثلاثة على عشرة وده واخد مش عارف الجمال ومش عارف كام واخد في الزكاة ايه وده واخد في الشجاعة كام كل تمسك المجموع تلاقي ده مية وده مية وده مية ولا تفاضل الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله ايه خطقة انما كلها ولذلك يجب على الانسان ان يلزم ادبا ساعة ما يشوف نفسه مفضل على واحد كده يعني بلبس نظيف ولا عنه قول يا ترى لهول اللي مش لابس نظيف ده مفضل علي فيه يا ترى ايه المجموع جاي من اين انت عشان كل واحد ينكسر ولا ما ينكسرش اقول ساعة تانا ما شوفني مفضل على غيري اقول يا ترى وهو مفضل علي فيه يجي يوم احتاج له في ايه ولذلك احنا ضربنا مثل بالباشر اللي جيه يدخل القصر بتاعه ودخل في الجنين لقري حتها وحشة والبكابرت مش حارف عامل ايه فزع وعمل قاله ما احنا ملقناش اللي بينزح البكابرتات ولا اللي بيتسباك اللي بيخلص المسائل دي طب هو فين هو يروح له يقوله مش فضل دلوقت انه والله مش ايه يقعد يترجاع علشان يقود اقود 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 مفضل على حضرة البشا في الوقت لو يجوا الكنسين ويعملوا اضراب اسبوع شوف البلد يحصل لها ايه مش كده طب هات بقى وقى حد ويغيب اسبوع عن العمل ولا يجرى حاجة الله اذا ففيه كل واحد ايه نبوغه في ناحية امتى نحتاج للناحية دي ساعة ما نحتاج للناحية اللي هو فيها دي يبقى هو الايه هو الايه المفضل هو المفضل تيجي مثلا الخياط اللي اعطول اسطنع من يخيط للناس وبعدين يجو في يوم العيد والراجل كان قصر شوية ولا جابش الهيديو من الاول وبعدين راح والعيال بقى عايزين يعايدهم ويمس كله مش عارف يروح عند الخياط ويقفلوا لعشان خاطر والنبتة مش عارفية هزودك اعمل مش عارفية الله اهو الخياط دلوقتي بقى ايه ليلة العيد ايه واللي بيعمل الجزم زمان كنت تشوف ليلة العيد دي ايه كل العيال وكل اولئة امور مقفلة عنده عجزة جزمة وده عجزة اهو الجزمات دهو دلوقتي مفضلا كنا زمان لما نيجي في قزمة العيش يا سلام على اللي واقف على في الطابونة ياه وين الناس تتحليط له والناس تعمل له مش عارف ايه والناس عشان يديلهم ايه رغفين ولا بتاع اذا كل واحد في زاوية احتياج الناس اليه يبقى ايه يبقى مفضل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده في الدنيا ولا الاخرة اكبر نهو الى رقاء اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة